موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في باب جوامع التوحيد من الكافي الشريف في توضيح الحديث السابع وهو خطبة لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام رواها الحارث الأعور الهمداني وكان من خلص أصحاب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أبو إسحاق السبيعي الذي يروي هذه الرواية عن الحارث الأعور الهمداني يطلب منه أن يرويها له فقال إني قد كتبتها قال أبو إسحاق فقلت للحارث أَوَمَا حَفِظْتَهَا قال قد كتبتها وهذا يفتح لنا بابا قبل أن ندخل في توضيح هذه الخطبة الشريفة نذكر هذه النقطة يفتح لنا بابا مهما في الأحاديث الأحاديث التي بأيدينا نحن هذه الأحاديث غالبا هي أحاديث مكتوبة لأن الأم عليهم الصلاة والسلام حرضوا أصحابهم على كتابة الأحاديث فكتبوا الأحاديث ثم رووا الكتاب بمعنى أنهم أعطوا الكتاب للروات لكي يستنسخوه ثم قرأوا الكتاب حتى تكون أعلى درجة في الرواية على الذي استنسخ الكتاب أو ذاك الذي استنسخ الكتاب قرأ الكتاب على الراوي حتى يصحح ما يقرأه وهناك طرق أخرى في رواية الحديث مذكورة في الكافي الشريف في باب العلم المحصلة النهائية أن أصحاب الأم كتبوا الأحاديث ثم هذه الكتابات انتقلت من راو إلى راو آخر يعني الراوي السابق يقرأ الحديث على الراوي اللاحق والراوي اللاحق يستنسخ الحديث وهكذا إلى أن وصلت إلى أصحاب المجاميع مثل الكافي والتهذيب والاستبصار وهؤلاء جمعوا واختاروا من هذه الكتب الأصول الأربعمائة الأصول الأربعمائة اختاروا منها هذا الذي وصل بأيدينا فنحن مطمئنون بأن هذه الأحاديث لم يعتريها الزيادة والنقصان لأن الحافظة قد البعض تكون له حافظة جيدة لكن الكثير ليس له تلك الحافظة الجيدة فبمرور الزمان قد يسوء حفظه وقد يخطئ كثيرا ولذا في المثل يقول إن أضعف الأقلام وهو قلم الرصاص أقوى من أقوى الحافظات لماذا؟ لأن أنت سمعت شيئا قبل خمسين سنة مثلا الآن حينما تريد أن تنقل ذلك الشيء عادة تنسى كثيرا من التفاصيل وكثير من الناس لعلهم يخطئون من حيث لا يقصدون لكن أنت إذا كتبت شيئا بعد خمسين سنة الكتابة نفسها ما تتغير بزيادة أو نقصان الآن أنت تجد مثلا لوحا هذا اللوح مكتوب قبل ألف عام هؤلاء علماء الآثار مثلا الألواح التي وجدوها مثلا في الأهرامات وغيرها قبل خمسة آلاف سنة مكتوبة هذا الذي نجده الآن هو الذي كتبه قبل خمسة آلاف سنة بالضبط بدون أي زيادة أو نقيصة لكن إذا كان ناقل من واحد إلى ثاني إلى ثالث إلى رابع رح يصير تغيير كثير في هذا الناقل حتى إذا كانوا ثقات لماذا؟ لأنه الحافظة لا يمكنها أن تضبط الأمر مئة في المئة لفترة طويلة قد يكون بعض الناس استثناء ونوادر لكن غالب الناس ليسوا هكذا فلذا لأما حثوا أصحابهم بالكتابة وبرواية الكتب لكي هذه الأحاديث تصلنا بدون زيادة أو نقيصة ولذا البعض يتعجب مثلا خطب نهج البلاغة نهج البلاغة خطب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بين الإمام وبين مثلا الشريف الرضي أربعمائة عام كيف نص كلام الإمام موجود؟ الجواب أن الشريف الرضي جمع نهج البلاغة من الكتب التي رويت وهذه الكتب من أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام وأصحاب الأئمة كانوا يكتبون مثل هذه الرواية هذه الخطبة الحارث الأعور الهمداني كتب الخطبة ثم رواها إلى أبي إسحاق السبيعي وأبو إسحاق رواها لشخص آخر يعني الكتابة انتقلت باستنساخ من واحد إلى الثاني إلى أن وصلت إلى الكوليني رضوان الله تعالى عليه أو إلى الكتب التي في تلك الكتب نقلت هذه الرواية واستفاد منها مثلا الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه ولذلك نحن مطمئنون بأن رواياتنا من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هي روايات من معين صافي والرواة لم يزيدوا وينقصوا فيها الرواة الثقات وإنما وصلتنا كما صادرت من الأئمة لأنها كانت مكتوبة على كل حال هذه ملاحظة أردنا أن نذكرها بين قوسين ثم نأتي إلى الرواية والخطبة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام خطب بعد صلاة العاصر خطبة أو بعد العاصر خطب خطبة فيها ذكر لأوصاف الله سبحانه وتعالى فعجب الناس من حسن صفته وما ذكره من تعظيم الله جل جلاله جل جلاله بعض الأحيان توجد مفاهيم راقية أنت تريد أن تبين تلك المفاهيم الراقية حادة بيانها يكون معقد لماذا؟ لأن المعاني عندما تكون سامية وراقية يصعب بيانها بألفاظ سلسة الآن الكتب العلمية مثلا كلما المستوى العلمي ارتفع للكتاب طريقة الكتابة تصير معقدة يعني أنتوا الآن إذا مو من أهل التخصص في الطب اقرأ كتاب طبي سقطع النظر عن الإصطلاحات الكتاب لا تفهمه لماذا؟ لأنه اللغة لغة معقدة أنتوا الآن ندخل إلى الحوزة الكتب اللي هي تدرس في الدراسات العالية في الحوزة لأن المضامين راقية جدا فالكتابة تصير معقدة لكن من خصوصيات القرآن الكريم وكذلك كلام الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة لأنهم مقتبسين كلامهم من كلام الرب عز وجل القرآن الكريم مع أنه أرقى المعاني مذكورة فيه لكن ميسر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر؟ وهذه من نقاط إعجاز القرآن الكريم أرقى المفاهيم بأبلغ وأوجز العبارات الواضحة عربي مبين بكتاب عربي مبين أو بلسان عربي مبين كذلك خطب الرسول صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين ولا إما المعاني الراقية بألفاظ سلسة فعجب الناس من حسن صفته وما ذكره من التعظيم من تعظيم الله جل جلاله جلاله الخطبة شنو هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يموت الموت مستحيل في ذات الله سبحانه وتعالى لأن وجوده واجب وجوده ضروري لأن وجوده ضروريا والشيء الذي وجوده ضروري يستحيل عليه العدم العدم إنما يمكن على الأشياء الممكنة نحن وجودنا ممكن لذلك لم نكن ثم خلقنا الله سبحانه وتعالى ثم يميتنا لأن وجودنا ممكن الإنسان ممكن أن يوجد وممكن أن لا يوجد إذا وجدت علته يوجد إذا لم توجد علته لا يوجد أنا أنت أفرض في مكان ظلام دامس هل في هذا المكان يمكن أن يوجد النور نعم يمكن أن لا يوجد النور نعم إذا علة النور تحققت مثلا أضيئة مصباح الغرفة تنور وإذا علة النور لم تكن موجودة ماكو ضياء الغرفة مظلمة لأن وجود النور في هذه الغرفة أمر ممكن لكن إذا شيء صار مستحيل ممتنع على الوجود مثل شريك الباري شريك الباري ممتنع يستحيل أن يوجد شيء يكون شريكا لله سبحانه وتعالى هذا محال فإذن هذا لا يعقل عليه الوجود أبدا لا في الماضي لا في الحال لا في المستقبل الله سبحانه وتعالى وجوده ضروري وجوده واجب لذا يستحيل عليه العدم لا في الماضي لا في الحال لا في المستقبل لذا كان ولم يكن شيء وسيبقى بعد فناء الأشياء الحمد لله الذي لا يموت ولا تنقضي عجائبه الله سبحانه وتعالى يقدر الأمور ويخلق الخلق وباستمرار الله سبحانه وتعالى يقدر وباستمرار يخلق وهذا يرتبط بفعل الله سبحانه وتعالى لا تغير في ذات الله وإنما الله سبحانه وتعالى يخلق الأشياء الأشياء تتغير لم تكن ثم كانت لم تكن مقدرة ثم تقدر ولأن هذه الأشياء غير مألوفة للإنسان يتعجب منها وإلا بالنسبة لله سبحانه وتعالى أن يخلق ذرة أو يخلق مجرة لا فرق بالنسبة له سيان أما بالنسبة لنا الأشياء المألوفة لا تثير استغرابنا لا نتعجب منها لكن أشياء غير مألوفة نتعجب منها لأنها غير مألوفة مثلا زوجة إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كانت عجوز عقيم عمرها فوق السبعين ثمانين ما أدري تسعين حسب ما موجود في بعض التفاصير زيان مرأة عمرها سبعون سنة ثمانون سنة تسعون سنة هذا غير مألوف أن تلد لأنها تصل إلى سن اليأس قبل هذا العمر لكن مرأة عمرها تسعين سنة أو ثمانين سنة أو سبعين سنة الله سبحانه وتعالى يقدر لها أن تلد هذا يثير تعجب الإنسان لماذا يتعجب الإنسان؟ لأنه غير مألوف أما إذا كان مألوف يعني جميع النساء يلدن وهن في التسعين ما كان أمر عجيب إذا في الآية أتعجبين من أمر الله الملائكة يخاطبونها هذا أمر الله لا عجب فيه لأنه الله سبحانه وتعالى الذي أعطى القدرة للمرأة الشابة أن تنجب كذلك يقدر أن يعطي قدرة للمرأة العجوز أن تنجب مثلا فلذا الإمام يقول ولا تنقضي عجائبه لأنه تقديراته مستمرة وخلقه للخلق مستمر كل يوم هو في شان الله سبحانه وتعالى ليس هو في اليوم ولكن الفعل في اليوم المخلوق هو في اليوم الله سبحانه وتعالى في كل يوم يخلق خلقا جديدا الآن الإنسان وسائر الحيوانات في كل يوم مليارات الولادات تصير الإنسان والحيوان النباتات نموها إنتاجها مليارات المليارات إذا شوي نتوسع أكثر هذا الكون الرحب كما يقول علماء الفلك في كل يوم تولد نجوم جديدة وتنتهي صلاحية وعمر نجوم قديمة لأن كل نجم إلا عمر فسا العمر كم مليار سنة ذاك يرتبط بالنجوم عندما ينتهي عمره ينفجر يتحول إلى ذرات ثم بعد ذلك تتولد نجوم جديدة كل يوم هو في شان ليس بمعنى أن الله هو في اليوم لأن الله ليس في الزمان بل هو خالق الزمان بل المعنى أن فعل الله سبحانه وتعالى وصنع الله وخلق الله وتقدير الله سبحانه وتعالى في كل يوم مستمر ليس كما زعمت اليهود وقالت اليهود يد الله مغلوله كلا هؤلاء زعموا أن الله خلق الكون في اليوم السادس حسب زعمهم والعياذ بالله استلقى واستراحوا انتهت مهمته كلا كل يوم هو في شان هذا وجود السماوات والأرض في كل لحظة وفي كل آن يرتبط بإرادة الله سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول الله باستمرار يفيض الوجود عليها وعلينا وعلى جميع الكون ولو لحظة واحدة قطع فيضه كل شيء ينعدم فكل يوم هو في شان من إحياء وإمات وإيجاد وإعدام وخلق وما إلى ذلك لذا الإمام يقول ولا تنقضي عجائبه لأنه كل يوم في شان لأن الله سبحانه وتعالى في كل يوم هو في شان كما ذكرنا من إحداث بديع لم يكن يعني الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء البديعة إحنا البشر غالبا أعمالنا تقليد حتى الآن غالب الإختراعات إن لم يكن كلها تقليد يعني الإنسان شاف الطير فكر وفكر وحاول وحاول من عباس بن فرناس حسب ما يقولون إلى فلان الذي اخترع مثلا الطائرة هو في الواقع هو في الواقع تقليد للمخلوق ولذلك الآن تطوير الصناعات كثير منه مراعاة واقتباس من المخلوقات قبل أيام كنت أقرأ تقرير أنه تطوير لنوع من المروحيات يعني الهليكوبترات هذا عن طريق التطوير عن طريق دراسة كيفية طيران الفراشة مثلا نوع من الفراشات أو الآن يطورون نوع من الطائرات التي تطير في الليل بسرعة وبدون صوت تقليد من البومة مثلا وهكذا غالب اختراعات الإنسان هي تقليد لما خلقه الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض يعني لم يكن هناك شيء حتى يقلده بل ابتدع الأشياء كل الأشياء بعلمه وقدرته أوجدها من غير مثال سابق لذا الإمام يقول كل يوم في شأن من إحداث بديع لم يكن الذي لم يلد فيكون في العز مشاركا ولم يولد فيكون موروثا هالكا الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ليس له أب ولا له ابن وإنما وجوده سرمدي من الأزل وإلى الأبد لا بداية لوجوده ولا انقطاع لوجوده لأنه لو ولد الولد يكون شبيه للوالد إذا قول النصارى إن المسيح هو ابن الله مثلا والذين يقولون إن لله ولد هذا كلام باطل وبديهي البطلان واضح البطلان في زمان في زمان الناس كانوا جهلة كانوا يتصورون هذه العقائد الآن الناس ورثوا تلك العقائد وإلا لو كانت هذه العقائد الفاسدة الآن تلقى على المجتمع المتحضر لرفضها لكن إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون عندما تقول هو ابن الله يعني شنو ابن الله مثلا هل انفصلت قطعة من الله والعياذ بالله لأن الابن هكذا ثم إن الابن يكون مشاركا للأب في الخصوصيات فإذا كان يلد معنى ذلك أن الابن يكون مشاركا له في بعض الصفات فإذا كان مشاركا له في بعض الصفات يكون مشاركا له في العز والله سبحانه وتعالى لا شريكا له في العز سبحان ربك رب العزة عما يصفون يصفون من الأولاد ومن البنات ومن الشركاء الله سبحانه وتعالى العزة له جميعا لله العزة ولرسوله بعزة من الله وإلا الرسول عزته ليست بالذات وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي أعزه لله العزة جميعا في آية أخرى العزة بالذات هي لله لكن الله سبحانه وتعالى يعز أولياءه فلذا قل فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يشعرون لكن العزة بالذات هي خاصة بالله سبحانه وتعالى لا شريك له الذي لم يلد فيكون في العزة مشاركا لأن الابن يشارك أباه في بعض الصفات أو في كل الصفات فلو كان الرب والعياذ بالله له ولد لكان هذا الولد شريك له لم تكن العزة خاصة به سبحانه وتعالى وهذا يوجب النقص فيه ولم يولد فيكون موروثا هالكا لو تقول إنه ولد إنه ولد يعني شنو يعني لم يكن ثم كان المولود هكذا لم يكن ثم ولده غيره لم يكن ثم كان إذا لم يكن معناه أن وجوده ليس بضروري لذا لم يكن فإذا لم يكن وجوده ضروريا معنى ذلك أنه يمكن عليه العدم فلذا ولم يولد فيكون موروثا هالكا يعني يرثه غيره ويهلك يعني ينتهي وجوده لأنه كل حادث له بداية لأنه وجوده ليس ضروري ويستمر يستمر يستمر إلى أن ينتهي صلاحية للبقاء فيفنى كما كل أشياء هذا الكون لأنها حادثة تبدأ من نقطة ثم تستمر إلى حد الهلاك حسب ما يعبرون يقولون هذا الكون هذا العالم هو عالم الكون والفساد يعني تتكون الأشياء وفترة تبقى ثم تنحل الإنسان يولد ثم يموت يتحلل ويرجع إلى ما كان عليه في الأرض إلى أن الله سبحانه وتعالى يرجعه بقدرته وحكمته ولم يولد فيكون موروثا هالكا شوف الإمام عليه الصلاة والسلام بكلمات بليغة جدا يبين هذه المعاني الراقية ولم تقع عليه الأوهام فتقدره فتقدره شبحا مائلا هذا ذكرناه فيما مضى الآن بمقدار شرح هذا المقطع من كلام أمير المؤمنين نكرر ما ذكرناه في السابق الإنسان عنده قوة خيالية هذه القوة الخيالية تصور له أشياء هذه الصور التي توجد في ذهن الإنسان محدودة صحيح الخيال أوسع من عالم الواقع لأن في الواقع أكو أشياء لها حدود أنت بالخيال تقدر تتعدى هذه الحدود الإنسان قدرته لها حدود أنت تخيل حدود أكبر من الواقع في الخيال يمكن هذا الأمر لكن كل ما في الخيال أيضا محدود وأيضا باعتبار قصور الإنسان الإنسان يتخيل ضمن الدائرة اللي هو يعيش فيها إذا شوف الطفل تخيلاته ضمن دائرة عالم اللي هو يعيش فيه وكل ما يكبر تخيلاته تتغير لأن عالم يتغير اللي دا يعيش فيه فتخيلاته تتغير أكو في الحديث الشريف أن النملة لو تصورت ربها لتصورته حال كونه ذا قرنين لأن النملة إذا شايفيها إلا قرنان لها قرنان وبالنتيجة كل موجود يتصور أن الكمال في ذاته هو الذي له يعني إحنا كناس نتصور أن الكمال أن الإنسان يكون بهذه الصورة عين وعين ثانية وأنف ولسان وشفة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ويد فيها خمسة أصابع إذا صار أقل أو أكثر ماذا نقول؟ نقول هذا تعويق فلذا المجسمة الذين يجسمون الرب سبحانه وتعالى حينما يصنعون أصنام عادة يصنعون الأصنام بشكل بشر وحتى المجسمة الآن من منتحلية الإسلام يتصورون أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورة نفسه يعني هذه الصورة التي لدينا هذه الصورة هي صورة الرب والعياذ بالله من كلمتهم زين النملة الكمال عندها شنو؟ القرنان فلو تصورت طبعا الرواية تقول لو تصورت هي لا تتصور لكن لو تصورت ربها لتصورت له قرنين لأن هذا الكمال عندها زين كل إنسان خيالة ضمن عالمه اللي هو يعيش فيه حسنا إذا واحد يريد يتصور الرب يتصور ضمن عالمه وحينما يتصوره ضمن عالمه فإذن يعطيه صفة الأجسام لأن الإنسان هو شنو في عالم يعيش في عالم الأجسام يعيش فالصور التي تنتقش في ذهنه أيضا ضمن ذلك الإطار يمكن هناك نوع تغيير مثلا الخيال العلمي مثلا يعطيه نوع من التغيير لكن يبقى الجوهر نفس الجوهر فإذا الإنسان تصور شيء هذه الصورة لا تكون شبيهة للرب سبحانه وتعالى لأنه ليس كمثله شيء فلذا في الحديث الشريف ما معناه كلما تصورتموه بأذهانكم الدقيقة فهو مصنوع مخلوق مثلكم مردود إليكم يعني أنتش ما تتصور هاي الصورة اللي في ذهنك تنتقش هاي مخلوق إلك هذه لا تشبه الرب لأنه ليس كمثله شيء ولم تقع عليه الأوهام فتقدره شبحا مائلا أو شبحا ماثلا الشبح الماثل الذي يمثل أمامك يعني الشبح شنو هو الشبح هو الشيء الذي الإنسان يراه من بعيد يراه كخيال لا يميز خصوصياته سما يدري هذا الشبح إنسان حيوان شجر مثلا نبات فكلما يقرب تتضح الصفات أكثر هو لما من بعيد يشوف شبح أو في الليل تشوف شبح يعني تعلم بأن هناك جسم لكن أوصافة غير واضحة لك الشبح هو جسم فكلما الإنسان يتصور في ذهنه ولو هذا التصور كالشبح الماثل أمام الإنسان فهو غير الله سبحانه وتعالى ولا يشبه الله لأنه هذا المتصور هو جسم وصورة لجسم والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك ثم بعد ذلك الإمام يقول ولم تدركه الأبصار فيكون بعد انتقالها حائلا يعني متغيرا هل يمكن الأبصار تدرك الرب سبحانه وتعالى؟ كلا لأنه لو الأبصار أدركت الرب لكان متغيرا والتغير مستحيل على الله لماذا؟ لأن المرئيات هي الأجسام الأجسام الكثيفة لأن الأجسام الرقيقة اللطيفة لا ترى بالعين الهواء مثلا هذا الهواء جسم لكن جسم لطيف لا نراه لأنه ما يعكس النور الرؤية شنو هي؟ الرؤية استدام النور بالجسم ورجوع النور بحيث أن العين تلتقط الأمواج الضوئية فيرى الإنسان الأشياء لكن الأجسام اللطيفة النور لا يصطدم بها يخترقها ولأن النور يخترقها لذلك لا ينعكس لكي يراها الإنسان زين الله سبحانه وتعالى لا تتركه الأبصار لأنه لو أدركته الأبصار لكان جسما والجسم متغير والمتغير لا يمكن أن يكون قديما كما ذكرناه مفصلا كله متغير حادث لأنه إذا كان واجب الوجود تكون صفاته أيضا واجبة واجب الوجود يعني وجوده لا يتغير واجب الصفات يعني الصفات لا تتغير لأن إذا تغيرت الصفات معنى ذلك عدم بعد وجود وجود بعد عدم فإذا جاز عليه العدم لم يكن واجب الوجود كان ممكن الوجود فلذلك التغير في الله سبحانه وتعالى محال ولذلك كما ذكرنا في الماضي في بعض الجلسات الماضية الآن حتى الملاحدة الذين يدرسون الكون وفي علم الفلك متحيرين في نقطة لأن هؤلاء يقولون إن المادة أزلية متحيرين في نقطة كيف حدث الانفجار الكوني الكبير الذي بعد هذا الانفجار تكونت هذه السماوات والأرض وهذه المجرات كيف حدث الانفجار هذا في الواقع جوهره أن القديم لا يتغير فكيف هذا الشيء الذي يزعمه هو القديم الذي المادة تغيرت حدث هذا الانفجار يتحيرون هنا والعلم الحديث لم يتمكن من الإجابة على هذا السؤال إلا أن تقول بأن المادة ليست أزلية هناك خالق خلق هذه المادة وهو الذي فجرها فهنا التغير في الشيء الحادث يصير ممكن أما التغير في الشيء القديم هذا العلم أثبت استحالته استحالته فإذن ولم تدركه الأبصار فيكون بعد انتقالها حائلا يعني متغيرا لأنه الأبصار تدرك الأجسام وإذا أدركت جسما فهو متغير فإذا كان متغير لا يمكن أن يكون هو الرب لا يمكن أن يكون هو القديم هذا المقطع الأول من هذه الخطبة المباركة إن شاء الله سائر المقاطع نتركها إلى حلقة قادمة وصلى الله على محمد وعاله الطاهرين الله يا الله الله يا الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة